نظمت تنسقية الشباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول قانون الأحوال الشخصية في إطار اهتمام التنسقية ومنقشتها لأهم القضايا والتي تهم الشارع المصري ضمن نقشات الحوار الوطني تناول الصالون عدة محاور منها أسباب ونتائج التفقق الأسري ومدى استغلال البعض لثغرات القانون الموجود في القانون الأحوال الشخصية مع وضع تصور حول آلية القيام بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم النقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها الجديد اللي هيكون موجود في القانون لا أشياء كتير محترمة ونادى بيها السيدات في الجزء منها أو البعض منها والبعض الآخر نادى بيها الرجال أيضا مع أنه الحقيقة بيحزنني جدا لما بيجي أتكلم وأقول أنه ستات عاوزة كذا والرجال على النحية الثانية عاوزة كذا والتنين مش عجبهم أنه كان فيه طرف مثلا القانون كان جاي عليه شوية فبدأ القانون ينصف هذا الطرف لا الطرف الآخر زعلان وبعيدا عن كوني امرأ لازم نتفق على أنه القانون عشان يخرج أنا كعضو مجلس نواب لازم في الأساس أكون بحيط بين الاتنين بطلع قانون متوازن وإلا هنرجع بعد كام سنة تانين ونندب حظنا تاني وقولون أن القانون غير مواكب للي بيحصل إحنا بنتكلم وبنترح وبناخد الرأي ورأي الآخر عشان نقدمه للناس وبصيغة سهلة بحيث ما يطلعش أشاعات بعد كده يقولك ده القانون ده فيه ده مفقوش يعني بنصغي المعلومة بشكل مفسر ومياثر للناس خلينا نتكلم في القانون نفسه برضو جزئية الشروط دي هتحمي حاجات كتير جدا بعد كده حيب فيه اتفاق زي اتفاق بين الزوج والزوجة على بعض النوقت على الأطفال على النفع على الأيمة على مكان الأقامة اشتركوا في القانون